بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بيكم حبيب الحلوين يلا مع بعض النهاردة نعمل أكلة صحية جميلة مفيش فيها أي دهون خالص أكلة فيري فيري هيلثي تعالوا أعرفكم الطريقة وقال لكم بتتعامل ازاي يا أهلا بيكم ده صدور فراخ مخلية مفيش فيها أي دهون نهائي خالص طبعا بتيجي من عند الفرارجي مضمونة مفيش فيها جلد ولا دهون علشان نعمل الشاورمة بتاعتنا طبعا الشاورمة اللي بتتشارها من برة احنا مش عارفين هل البني ده مغزول ولا لأ هل منقوعه في لمون ودقيق وملح يعني وتتبيله ولا لأ ولا هما بيتبخوه ازاي ولا فيه جلد ولا فيه دهن ولا نظام ايه لكن ده بيتي ونضيف ومضمون جدا احنا بنقطع قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين تمام يا حبيبي وبعدين بنتبيله ونعينه في التلاجة يعني الافضل ان احنا نبيته في التلاجة انا بيته في التلاجة تمام؟ علشان يشرب من التبيله بتاعته ويكون طعمه حلو في الاكل طبعا احنا ممكن لو مش هنبيته في التلاجة ممكن يعد نص ساعة البهارات بتاعتنا كالاتي فلفل قصمة بهارات فراخ وكركم تمام؟ بس كده انا مش بحب اقتر قوي في بهارات الفراخ لو هضيف حاجة اضافية تانية من عندي ممكن تكون بهارات الشاورمة نفسها ويأعصر عليها لمون وممكن طبعا هضيف الملح ده حاجة مهمة جدا اضافة الملح علشان احنا بنحط فيه الملح من دلوقتي تمام؟ وطبعا دبس الرمان فراخ يعني دبس الرمان ما بتقدرش تستغنى ابدا عن دبس الرمان بيديها طعم حلو جميل جدا وطعم غني تمام كده يا حبيبي طبعا احنا بنقلبها كويس بحيث ان كل البهارات تكون متداخلة بعضها وفص توم نسيت اقول لكم على فص التوم ده هو طبعا جاي من الفريزر فانا بقيه بفكه كده من بعضه علشان يختلط بكل المكونات التوم مش عايز اقول لكم بقى بيعطيها طعام رهيب جدا جدا للتدبيلة تمام كده هيا دي بهارات الشاورمة اللي قلتلكو عليها انا سبتها للاخر خالص هو كل ده في النهاية بنعينه في التلاجة وانبيته لتاني يوم اكلة صحية جدا جدا يا حبيبي مفيش فيها دهون خالص لو اكلت منها كمية كبيرة ولا كأن اي حاجة لانها فيها نسبة البروتين عالية جدا طعمها حلو بالنسبة الاضافات اللي احنا اهي هانها في التلاجة دلوقتي بالنسبة الاضافات اللي هنضفها عليها اعتبروها سلطة خلاص طبعا لو كترنا منها مفيش مشكلة عملنا كمية كبيرة ضفنا نصها على الشاورمة والنص التاني اكلناها مع الشاورمة بعد الشاورمة متخلص تمام برضو نفس الحكاية مفيش مشكلة ده البصل انا بحب قطعه كده وينجز او جوانح اه تمام زي شرايح كده شرايح زي شرايح البطاطس اللي بتعملوها شبسي تمام كده كذلك الفلفل بقطعه بنفس الطريقة والتماطم بقطعها بنفس الطريقة الي شرايح طبعا انا مش عايزة اعملها في الكبه علشان مش عايزة البصلات نعم قوي معايا انا عايزها بالشكل ده تمام كده اه والمكون التاني معانا هو الفلفل اكلة بسيطة حبيب الغاليين اه مش هتاخد منكم وقت ولا مجهود خالص اه وهتعطيكم هي بقى طعم حلو قوي اه بالنسبة لو عندكم اطفال اه عايزين تجددوا لهم في الوصفات اه بحيث انهم ياكلوا اه اكلة حلوة طعمها حلو ويكونوا فرحانين بيها اه بالنسبة الاطفال اللي بيحبوا سندوتشات الشاورمة من برة كده هتعملها لهم في البيت بكل سهولة اه وبدون مجهود اه ده برضو نفس الكلام الطماطم اه بالنسبة للناس الرياضيين اللي هما كل اكلهم بروتين اه الوجبة دي حلوة جدا ليهم اه بالنسبة حتى لو في حد مش بيعرف يقف في المطبخ زي الناس المغتربين مثلا اللي هما مش بيعرفوا يتبخهم هي وجبة سهلة جدا اه عبارة عن ايه سلطة وصدور فراخ مخلية احنا قطعناها بالشكل ده وتبلناها بس جدا ما فيش اي حاجة تانية هي المكونات الاربع اه بصل طماطم فلفل فراخ متبلع اه شايفين انا مش هستخدم وطة زيت نهائي خالص اه زي ما انتوا شايفين كده اه حطيت اه صدور الفراخ المخلية بعد ما باتت ليلة في التلاجة تمام اه احنا بنشوحها الاول لغاية لونها ما بيكون ابيض اه بصوا انا بحب لما اجي اشوحها بحط معاها البصل في جنب اه وكأن دي طاصة ودي طاصة تانية خالص اه لكن اه يعني هو البصل بحب حطه في الاول علشان يستوي معايا مش بحب طعمه هو ما ارمش تمام كده اه ده على جنبه ده على جنبه والله لو لو ده اخد من طعم ده ما فيش مشكلة لكن انا مش عايز اخلطهم على بعض علشان اه ما اخدش من حق الفراخ في التشويح لوحدها يعني لما تتشوح لوحدها بتدي طعم مختلف عن لما تكون مخلوطة مع البصل لو بتاخد حقها في التشويح شايفين هو خلاص البصلة بقت طرية معانا اهيه مش هتقرمش في البق ولا حاجة وانتو بتاكلوا او مش هتبان اه خلاص كده اه ده اول مرحلة في السوا اه الميا اللي نزلة من اله سواء كان الفراخ او البصل دي مرحلة ما الميا تنشف من الطاصة يبقى هي دي مرحلة السوا لا قبلها ولا بعدها تمام لان بعدها هتدخل في مرحلة ايه ان هي تتلسع منكم او تتحرق خلاص اه الفلفل انا مش بحطه في الاول ليه لان انا مش عايزها هيفقد من القيمة الغذائية بتاعته لانه بيحتوي على بيتامينات ومعادن مهمة جدا انا بس عايزها هياخد من طعم الشاورمة اه وفي ناس اه بالنسبة لله وكذلك الطماطم مش بحب حطها في الاول عشان كده اه بس لكم حرية الاختيار لو عايزين تحطوا الطماطم في البداية براحتكم خالص يعني الفلفل فيه الناس بتقليه بتقليه في الزيت بيكون طعمه جميل جدا فلما بحطه كده عشاورمة ب بسم الله ما شاء الله يعني بيدي طعم غاني جدا ده العيشق البلدي معانا بيكون قد حجم كاف اليد كده اه العلمين ده بيجي بيشارة طري واللي عالشمال ده بيشارة ناشف اه اللي بيتعمل بيه فتة يعني وهكذا اللي عالشمال ده لو عايزاه يبقى طري وتعملي بيه ممكن تبليه مية وتحطيه في الميكرويف على نص دقيقة بس بيبقى طري جدا زي العلمين بالزبط طبعا العلمين ده انا جايباه من الفريزر لسه مفكش يعني اه طبعا ديك في الوجبة رغيف واحد بس اه وشايفين المسترده اللي هي الصفره اللي ورا دي اه دي بتتحط على الشاورمة بتخلي طعمها لذيذ جدا وبيكون نسبة الرمطة في عالية جدا شايفين بسم الله ما شاء الله ريحة ملات الدنيا و مجرد ما بنفتح الجريل كده بتلاقوا ريحة ظهرت قوي اه خلاص هو كده استوى اخد كل مكونات من بعضها واستوى اه 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 واللاحظت يا ما قلت لكم لاحظت ما المية ما تنشف كده من الشواية او من الطاصة اه خلاص هي دي لحظة سوا الشاورمة وهي طالما كانت بيتة في التلاجة مش بتاخد سوا حاجة اساسا تمام بالنسبة بالنسبة للفراح يعني الوجبة دي لالبيتامينات والبروتينات والمعادن اه بالنسبة للناس الكيتو ممكن يضيفوا دهون على الاكلة دي الدهون هتكون كتالي لاما زيت زتون اه زيت اه 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 سامنا بلدي او اشكح يعني براحتكم جدا اطبخوا بالدهون بالدهون المفيدة دي بس طبعا مش هتاكلوا معاها عيش هتاكلوها زي ما هي كده وطبعا هتكون مش باعة جدا 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 اه وبالف هنة على قلوبكم اه يارب الفيديو يكون عجبكم اه وان شاء الله انا عايزاكم تقوموا باكده تتشجعوا وتعملوا وتتنشطوا هو مش هياخد منكم حاجة اه لكن هو هيعطيكم اه قيمة غزائية عالية ومش باعة جدا اه طبعا عايز اقولكم ان البروتين اللي فيه بيخليه مش باعة جدا جدا لفترة طويلة اه مش هيخلكوا تنقنقوا في اي اكل تاني بالعكس هتكونوا شبعانين اه ممكن يشبعكم لتلاتة او اربع ساعات من غير ما تحطوا في باقوكم اي حاجة تانية خلص بالنسبة للناس الكيتو اللي بيضوفوا دهون عليه بيشبعهم اكتر من كده اه ما تنسونش تشتركوا في القناة وادعموني بلايك للفيديو ده بعد اسنكم يعني مش مش عايز اتعبكم معايا بس اه اللايك اه بيفرح لي جدا وانزلوا تحت بقى ادوني تعليق تحت قلولي ايه رأيكم في الفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة